لو نبدأ يعني مجلد مصر في قلب المعركة من أهم الوثائق المجمعة لرصد الأحداث التاريخية لحرب أكتوبر الحقيقة إحنا محتاجين نتكلم مع حضرتك عن بداية الفكرة وتطورها من خلال اكتشافات بعض الكواليس وبعض يعني الرسائل اللي فعلا خلت نصر أكتوبر هو نصر استثنائي عبر تاريخ مصر بص أولا كرساون طيبة وكل المصريين جميعا بهذا الشهر الرائع والجميل يعني ده أهم انتصار للعرب في تاريخهم المعاصر وبالتالي أعتقد أنه هو فخر لكل عربي أنه هو يحتفل بهذا اليوم بتتكلمي عن كان فيه تلك جوالات صعبين جدا من الصراع مع العدو الإسرائيلي من 48 ل56 ل67 صحيح وحرب الاستنزافة أيضا كانت حرب لكن الجولة بيعتبرها لبعض الجولة الخامسة لحرب 73 في الأربع الجولات السابقة ما كانش لنا نصر حاسم يعني كانت مرة لنا ومرة لهم لكن النصر الحاسم أبت ضبط لكن النصر الحاسم اللي غير يعني ميزان الكوة ووضع العدو الإسرائيلي في حجم الطبيعي هو 73 في 2013 كانت مصر بمر بفترة عصيبة من تاريخها وكلنا نتذكر صوري 30 يونيو وبيان 39 اللي قامت به القوات المسلحة وما ترتب عليه اللي هو استعادت مصر مرة تانية وبالتالي خروج المجموعات المتطرفة والمنحلة والتي تريد العودة بنا إلى الوراء إلى الشوارع وممارس القتل والتعذيب وبالتالي كان السنة دي بيمر 40 سنة على حرب أكتوبر 40 سنة على حرب أكتوبر في 2013 كان 40 سنة على حرب أكتوبر العالم كله بيفرج عن وسائقه على 30 سنة أو 50 سنة ويصادف أن في 14 أغسطس فض رابعة وأيضا فض التجمع اللي كان عند جامعة القاهرة وبالتالي في نوع من الموجات الإرهابية التي بدأت تكتاح مصر من جنوبها إلى شمالها ومن سينة وبخلافها صحيح وكنا في حاجة أن احنا نقول للشعب المصري أن هذه الأزمة مهما كبرت فإحنا مرينا بحاجة أكبر وأضخم وأثرت في تاريخنا بشكل كبير اللي هي 5 و 67 فإزاي الشعب المصري خرج من هزيمة 67 معنوية معنوية وأيضا مديان بالانتصار في 73 فبالتالي أنت محتاج أنك أنت تقول لها زرام الفكرة كانت من هنا تبليه ما انطلعش وسائق النصر أو وسائق إزاي مصري كانت في قلب معركة ضخمة وكبيرة من 5 و 67 حتى 6 أكتوبر 73 كانت فيها معركة ضخمة وكبيرة إزاي المصريين استطاعوا أنه يعبروا هذه يعني كانت لو إحنا نجيب تاريخ مصري ساعة ممينة موحدة الكوترين من 4242 قبل الميلاد وإحنا يعني نلاقي أن دي كانت أصعب فترة فعلا اللي هي من 5 و 67 طب إحنا مهما مرت علينا صعوبة فلا يمكن أنها تكسر الشعب المصري فمن هنا جاءت الفكرة ليه ما انطلعش نشوف المصريين اللي كانوا موجودين 67 عملوا إيه وعشان كده أنا كنت في ذلك الوقت تتولى الرئيس دار وسائق قومية ومع فريق عمل رائع وممتاز وكان وزير الثقافة وقتها الدكتور صبر عرب قرروا أن إحنا لازم نطلع الكتاب عن هذه الفترة وجمعنا كل الوسائق اللي هي متاحة في دار وسائق قومية اللي بتحكي حكاية النصر من أول 5 يوم و 67 إلى وصلنا لحد سنة 89 لما افتتحنا بنوراما حرب اكتوبر واللي هي كانت بتوسق هذه الفترة واللي يجب الجميع يزب لي أنا أفاجأ أن في مشاعدات كبيرة للمدارس بتروح بشكل كافي ولا غيره وذلك أنا بنلاقي دي كانت رحلة أساسية في مدرسية جدا على أيام يعني ما رفش دلوقتي 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 أنا لها حد في سنوي فرحلة المدرسة دلوقتي مش عارف فيه بارك وإيه مش عارف إيه فبالتالي طرفهية أكتر طرفهية أكتر منها تربط وذلك ده المطلوب جمعنا مجموعة الوسائق وكان فجئنا وصدمنا بإني كان فيه التفاف حوالي الكادة من خمسة يونيا لسه موضوع موقف الحرب استمر ما استمرش انتصارنا حصل فيه ناكسة حصل فيه شيء ففجئنا أن فيه نوع من الالتفاف حول الكادة والالتفاف حول الكادة ده ما تغيرش يعني ما تغيرش حتى لما أعلنت الكادة في الوقت ده لو رئيس جمعنا عبد الناصر في تيسع يونيو أنه بيتنحى عن منصبه كرئيس الجمهورية ويعود للشعب كفرد عادي لهذا الأمر وأنه يجي حد يتولى مكان وإنه قطله وقاله لا ما يحصلش هذا الكلام وعلى هذا الأساس ده التغيير كبير في الوقت ده عايزوا لي حاجة فيه تقرير ظهر في 11 يونيو سنة 1967 عبارة عن مجموعة وده موجود حتى منصور في الكتاب بتكلم عن ردود الفعل الدبلوماسية والسياسية العالمية اتجاه ما حدث في خمسة يونيو بقول مصر تقزمت إسرائيل أصبحت قوة في المنطقة على العرب أن يعترفوا بها عليهم أن يقدموا لها تنازلات عليهم أن يقدموا لها حربة أعلمية عليهم أن يقدموا لها ده اللي بيدور في الدواري السياسية لما تتكلموا واحد دبلوماسي بيقابل واحد دبلوماسي ثاني عربي بيقابل واحد دبلوماسي أجنبي بقول له لا لا إذا كنتوا تريدوا أن تعيشوا في المنطقة وفي سلام فإن كنتوا أولا هتقبلوا بإسرائيل أصبحت قوة موجودة التلاتة وهو المهم إن كنتوا هتاخذوا حاجة اسمها الأمن معطم إسرائيل الأمن فيما حصلت عليهم من القوى الدول السلاسة سوى مصر أو سوريا أو الأردن في مقابل أنه كنت تشاهدوا في سلام فهي هتقدم لك هذا الأمر الأمن مقابل السلام لكن مش الأرض مقابل السلام فانسوا هذا الأمر دي كانت وضع كاريسي بشكل كبير وأي حد إحنا الموجودين حتى الآن في حالة من الشائعات الضخمة والكبيرة لما تسمعها اللي بيحدث حاليا في منطقتنا فبتصير لازم ترجعي طير بقى في تاريخك هل فعلا إحنا ممكن يحدث زي ما رئيس وزراء إسرائيل تلقى وقال أنا أوعيد تشكيل منطقة مرة أخرى ده معناها أنك أنت يبدو أنك أنت مش واعي بتاريخك أنت نفسك أو أنت شفت اللي حصل فإنك أنت تدجاه القوة كبرى ومركزية وقادرة أنك أنت تجبح جماحتك والصعق فأنت مش واعي تبالك أنا فعلا